في جلسة غاب عنها النواب الأكراد والسنة ندد البرلمان العراقي بالاعتداءات على أراضي البلاد من أي جهة والتي كان أخرها الاستهداف الأمريكي لقادة ميليشيا الحشد الشعبي رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة أوضح أنه أحال خلال الجلسة طلبا موقعا من أكثر من مئة نائب إلى اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع وذلك حول مقترح قانون لإخراج القوات الأجنوبية من العراق كما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية السيادة العراق ومنع كافة أشكال الاعتداءات عليه وعدم جعله ساحة لتصفية الحسابات هذا وكانت ميليشيا موالية لإيران في العراق أعلنت مساء أمس استئناف عملياتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية ليكون البيان الضربة الثانية لمساء الحكومة العراقية للتهدئة وأنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق الضربة الأولى كانت مع معاودة القوات الأمريكية لاستهداف قيادات أو هذه القيادات قيادات الميليشيات الإيرانية في العراق ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرد بدأ اليوم هكذا علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الغارات التي شنتها قواته ضد أهداف في العراق وسوريا والتي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له الهجوم على القوات الأمريكية المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي وبعد أيضا قليل وبعد وقت قليل قال وذلك من غارة الجمعة الماضية قال إن الأهداف التي طالتها الضربات شملت بالفعل مراكز قيادة ومبنى قيادة عامة ومراكز استخبارات ومخازن صواريخ وقذائف ومسيرات ومراكز نقل وإنتاج للذخائر ما يثير الانتباه أن المتحدثين من البيت الأبيض والبنتاجون كرروا الكلام على أن الغارة هي الأولى من سلسلة الردود الأمريكية على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاث والقصد هنا هو ضرب قدرات الميليشيات وإعاقتها عن شن هجمات بدعم من الحرس الثوري الإيراني مسؤول في البنتاجون قال للحدث إن الولايات المتحدة سترد كل مرة يتعرض الجنود الأمريكيون هناك أو في أي مكان للهجوم أو الخطر يريد الأمريكيون إبقاء الباب مفتوحا أمام ردود متعددة متكررة وهو ما يفسره قول أيضا أكثر من مرة إن القصف كان البداية وقالوا إن الرد يمكن أن يشمل العمل الدبلوماسي والاقتصادي أيضا وربما كان الرد الأوضح هو الهجوم نهار الأربعاء الماضي على سيارة يستقلها أبو باقر الساعدي القيادي الكبير في كتاء بحزب الله ولكن لا شيء يوازي ضرب القدرات التي تملكها الميليشيات الموالية لإيران فهي متصلة بالحرس الثوري الإيراني وتسيطر على الطريق الطويل من العراق إلى سوريا تمتلك قدرات بشرية كثيرة تتشر على مقربة من الجنود الأمريكيين العاملين في العراق وسوريا تشير المعطيات إلى أن إدارة الرئيس بايدن لا تريد مواجهة كاملة ما يؤكد هذا أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون للحدث بأنه عاشنطن ليست بصدد حملة عسكرية وما قامت به هو فقط رد على خسارة جنود أمريكيين في الأردن موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى